صدر قرار جمهوري بتعيين المستشار عزة أبو زيد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من السبت المقبل المستشار عزة أبو زيد من مواليد 1952 وحاصل على لسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جداً عام 1974 وقد التحق بالنيابة الإدارية عام 1975 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة اشتركوا في القناة